السعودية تزف بشرة سارة لجميع الوافدين بالمملكة من بينهم اليمنيين بهذا الإجراء الهام لأول مرة تفاصيل عاجلة في تطورا لافتا أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل أليات الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة على كافة منشآة القطع الخاصة بعد أن اقتصرت على المنشآة الفردية وأوضحت الوزارة أن آلية الانتقال تتطلب تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل تعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع تعويض المالي من تاريخ العمل وأضافت أن تطبيق هذه المرحلة يصب في مصحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة لم يفعلها الاستفادة من خدمات العامل وتابعت أنه ورفع مستوى مرونة إجراءة نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل الجاذب لافتة إلى أن المرحلة الثانية تأتي كامتداد لتطوير السياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصيلكم جميع الأخبار في وقتها